مرحبا احبابي اليوم بدعمل انا وياكن طريقة تحضير البطاطا بطريقة كتير طيبة ورائعة عنا اول شي 350 جرام من البطاطا بحطهم بالطنجرة من الاسلقون بحط عليهم ماء مغلية عشان سرع طريقة السلق اكيد افضل هلأ بحطهم على الغاز كمان في طريقة بتسرع عملية سلق البطاطا منشكل البطاطا بسيكيني بهيدا الشكل هلأ بتركون لتنسلق البطاطا منيح منرجع منكفي مع بعد بتأكد اذا البطاطا استويت بسم الله هايدي البطاطا استويت بطف الغاز هلأ قمنا نقشرها مع بعد بسم الله بسم الله هايدي البطاطا بس بردت شوية وصرت اقدر اشرا هلا من الشرام بسم الله بسم الله رح كافي الباقيين منرجع منكفي مع بعض هذه البطاطا قطعها بشكل قصص اضعها بالخلط اضع حوالي نص ملعة صغيرة ملاح اضع حوالي نص ملعة ثلاثة اضع حوالي نص ملعة ثلاثة نص ملعة ثلاثة اضع حوالي نص ملعة ثلاثة اضع حوالي نص ملعة ثلاثة كيس الكريم عشريطة من هوني عشان ما ينزلوا بهيدا الشكل برغطة منيح كمان هلق بدي فضيهم بالكيس بحاول أدمر فيني ما أترك فيهون تكطلات بجيب كمان قنينة فارغة بجيب كمان بدي فضي خليط البطاطا بقلب الأنينة بشيلي شريطة اللي حطيتها هدي طريقة كتير سهلة عشان نفضيهم بالأنينة هيدا الشكل هم هل قدم فينا شايفين كيف قدم فينا هم هل حاول كيس الكريم عشي يبقى جوة الأنينة ما يطلع لبرة كاملة هولي بعد ما فضيتهم هون هم بحمد الزيت على الغاز نبدأ مع بعض البطاطا نبدأ مع بعض البطاط نبدأ مع بعض البطاط هناك طريقة أفضل من القنينة أعتقد أني نصحكم فيها بالكيس بالكيس أفضل وأسهل بكثير بهذا الشكل أفضل وأسهل لكم نبدأ مع بعض البطاط هيدا الشكل شفتوا كيكم رمشين كتير رائعين بس متل ما قلت لكم تعملوها بكيس النيلو أفضل ما تعملوها بالقنينة بالقنينة لازم تنعموها كتير كتير منيح وإذا طلع شوية تكطلات بتكون تفضيهم من القنينة وترجعوا تنعموها بالكيس شوية بتكتصوها بايدكم للكتلة وبيمشي الحلب بتكفو الطريقة طبيعي يعني هيدول الأربع حبات اللي حطيتون أنا بيعملوا تقريبا حب كبيري بتستبدلوهن بحبة بطاطا كبيرة شفتوا شو مقرمشين سامعين الصوت لحظتوا الفرق بين القنينة وبين الكيس بالكيس بيطلعوا سابتين بالقنينة بيطلعوا شكلون شوية مختلف هلا برش عليهم البهار البارباكيو بيعطي نكها كتير كتير رائعة انتو حسب الرغبي ممكن ما بترغبوا هيدا البهار ترشوا ملح حسب انتو ما قتحبوا او مع كاتشوب كمان بتمنا الطريقة تكنة اللي اتعجبكن وانشالله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي احبابي موسيقى